أقرى مجلس القضاء لعلى حركة التنقلات في محاكم ونيابات سبع محافظات يمنية حيث أقرى المجلس في اجتماعه الدوري المنعقد في العاصمة عدن برياسة فضيلة القاضي محسن يحيى الطالب رئيس المجلس نقل القاضي هنا عبدالجبار محسن عمر علي نائبا لرئيس شعبة السجونة بمكتب النايب العامة وإيمان علي محمد محسن نائبا لشعبة حقوق الإنسان بمكتب النايب العامة كما أقرى المجلس حركة التنقلات القضائية في عدد من محاكم ونيابات محافظات لحج وأبيا وشبوه ومهربة وحضر موت والمهراء وسقطراء